صباح الخير أخ بسام أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في هذه الدقائق لهذا اليوم أيها الكرام حيث نتحدث ليس في الموضوع ذاته ربما ولكن في السياق ذاته حديثنا هذا اليوم عن مشاركتي أنا كمواطن ومشاركتي كإنسان في هذا البلد في هذا الوطن هل هي علاقة مع الناس هل هي علاقة مع من حولي من البشر ومع الإداريين أم هي أيضا علاقة مع الله ما أريد أن ألفت له أيها الكرام وما لفت إليه كثيرا وما تحدث به كثيرا منذ الصباح ومنذ أيام أيضا بأن هذا الذي نحن فيه العرس الوطني الذي نحن فيه اليوم إنما هو من أجل أخذ البيانات والمعلومات الأولية التي بناء عليها تقوم الخطط التطويرية والرؤى الإصلاحية الكبيرة كم نحن محتاجون للإصلاح وكم نحن حريصون على الإصلاح وكم نحن نهتم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما نرى خللا هنا أو هناك ونقول حسبي الله على فلان وعلى فلان وعلى المسؤول لماذا لم يقم بواجبه؟ الآن اليوم وغدا وهذه العشرة أيام هو دوري أنا للقيام بمسؤوليتي وللإثبات بأنني مواطن أقوم بكل ما أطلب من الآخرين القيام به قد يستغرب البعض ويقول أنا أنا مطلوب مني أن أشارك في العمليات التطويرية والإصلاحية أقول نعم نعم ألا تعلمون أيها الكرام بأن كل إنسان يحاسب على قدر مسؤوليته ويحاسب على المشاركة التي يستطيع أن يقوم بها ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم درهم واحد سبق مئة ألف درهم كيف يا رسول الله نعم هذا الذي تصدق بدرهم كان الدرهم هو نصف ماله فهو متصدق بنصف ماله وبنصف ممتلكاته وبنصف إمكاناته أما ذاك الذي تصدق بمئة ألف درهم فقد تصدق بمبلغ كبير نعم بالمقارنة مع الأول ولكنه لا يساوي الكثير بالنسبة للأموال التي يمتلكها وبالقدر نفسه وبالميزان نفسه نقيس ونقول أن الذي يقصر في مسؤولية قد تبدو صغيرة بالقياس لحجم المطلوب إنما هو قصر بالمسؤولية الصغيرة التي هي تحت مسؤوليته عندئذ سوف يكون حسابها وسوف يكون خطرها وسوف يكون وزنها في ميزان الله علينا علي أنا كفرد عادي تساوي تماما أو ربما تفوق أحيانا تقصيرا عظيما وهائلا وربما يسمى فسادا إذا قام به شخص عنده صلاحيات ومسؤوليات كبيرة جدا إذن أيها الكرام الموضوع فعلا هو علاقة مع الله سبحانه وتعالى كما كنا نتحدث قبل أيام عن إماطة الأذى عن الطريق هو ليس علاقة مع الطريق أو مع البلدية أو هو علاقة مع الله وهو شعبة من شعب الإيمان أخبركم بقصة أيها الكرام ذكر ذات يوم عن قرية أنها كانت تعاني بأن كل القرى المجاورة تفوقها وتسبقها وأنها هي القرية المتخلفة الوحيدة بين هذه القرى وأنها كانت تعاني من الخراب وكانت ترفع شكواها دائما للوالي الأعظم وتقول نحن نعاني من مسؤولينا ونحن نعاني من الذين تولونهم أمرنا بأنهم هم الذين ينهبون ثرواتنا فأرسل الوالي بشخص لكي ينظر في هذه المشكلة ويتأكد من هذا الموضوع فجاء هذا الشخص وقابل أهل هذه القرية وقال لهم نريد أن نبدأ بالمشروع الأولي وهو أن نحسن مدخل قريتكم ونريد من كل واحد من أهل القرية أن يشارك في هذا التحسين وكانت هذه القرية طبعا في الزمن القديم وكانوا يتعاملون بالمقايضة فطلب من كل واحد من كل بيت من القرية أن يشارك بجمع برميل من العسل لكي تتم مقايضة هذا البرميل بالمتطلبات اللازمة لتحسين مدخل القرية واتفقوا في ليلة معينة أن يأتي كل واحد منهم أو كل بيت يأتي بكوب من العسل ويسكب في هذا البرميل ما الذي حدث أيها الكرام في تلك الليلة كل واحد خلى إلى نفسها وجعل يقول أنا كوبي أنا هو الذي سوف يعمر هذه القرية أنا لن أسكب كوبا من العسل سأبدله بكوب من الخل وسأذهب ولن يرى الناس ماذا سكبت في البرميل وذهب إلى البرميل كل واحد فكر بالطريقة ذاتها وذهب كل واحد في تلك الليلة إلى البرميل وسكب كوبا من الخل في الصباح أتدرون ماذا وجدوا؟ وجدوا برميلا من الخل وعندئذ كانت هذه الحادثة دليلا بأن أهل القرية أفراد القرية هم المسؤولون عن عدم تطور قريتهم هل نحب أن نكون كهؤلاء؟ إطلاقا مسؤوليتنا أمام الله هي أن نقدم أفضل ما عندنا وأن نقدم طاقتنا الحقيقية من أجل إعمار هذا الوطن الذي نعيش فيه صباح الخير ترجمة نانسي قنقر